مبعوث الحكومة البريطانية لقمة الاستثمار البريطانية الافريقية الفين واربع وعشرين الاستر مكفيل يؤكد بالرباط ان المملكة المتحدة تتطلع الى بناء شراكة عصرية وذات منفعة متبادلة مع المملكة المغربية عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا تحضيرا لقمة الاستثمار البريطانية الافريقية انا هنا لتبادل مباحثات حول قمة الاستثمار البريطانية الافريقية اذ نتطلع الى بناء شراكة عصرية وذات منفعة متبادلة تقوم على الاحترام مع المغرب وبلدان اخرى كما نتطلع الى ان تكون هذه القمة نهجحة للغاية بالنسبة لنا وللمغرب قمة الاستثمار البريطانية الافريقية المزمع عقدها يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من ابريل المقبل في لندن تجمع قادة سياسيين واقتصاديين من المملكة المتحدة والدول الافريقية وممثلين لمنظمات دولية واقليمية مياه موسيقى